اشتكى عدد من المواطنين والتجار في محافظة المفرق من عدم توفر مادة البيض وبعض السلع الغذائية في المحال التجارية والبقالات أيضا وخلت رفوف الأسواق والمحال التجاري المسموح لها بالعمل في محافظة المفرق من مادة البيض كما تم رصد عدم الالتزام بالسقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمحددة بدينارين ونصف بوزن ألفين جرام وسعر دينارين وخمسة وعشرين قرشا للوزن الأقل من ألفين جرام وأرجع أصحاب المحال التجارية عدم توفر مادة البيض لرفض المؤردين تزويد المحال بها نتيجة ارتفاع أسعار البيض من مصدر بيعها الرئيسية نشتكى من قلة توفير مادة البيض لدى محافظة المفرق بسبب عدم تزويد الشركات والمؤردين لمادة البيض لأنه طالبين بأسعار أغلى من السعر المحتاد في الحكومة عم نعاني من نقص مادة البيض بحثنا عليها بكل السبر مركات ملقيناها البيض مو متوفر بالمحلات لأنه أصحاب المحلات يقول لك أنه البيض غالي عليهم ومو قادرين ينزلوا بيض لأنه التجار هم نفس المؤردين قاعدين يبيعوهم بسعر أغلى مش ملتزمين بسعر اللي نزلوا الحكومة البيض المشكلة من المزارعين المسوقين الآن نحكي معهم قاعدين يقولوا مش قادرين نقدم البيض لأنه سعره عالي وإحنا الدولة حدثت الآن السعر اللي ارتين ونص وعدم توفره لهذا السبب فقط لغير